طيب حكي تكلمت عن أكثر من شق اجتماعي بدرجة كبيرة ومساعدة كبار السن على التواصل والتواجد في المجتمع بشكل عام سواء بقى من خلال دور الرعاية أو من خلال الأندية وغيرها من الأنشاطة لكن فيما يتعلق بتعاملات كبار السن في المؤسسات والهيئات المختلفة الخطوات اللي تمت لتيسير الإجراءات عليهم سواء في استلام المعاشات أو في تقليص أي إجراءات حكومية أو حتى في مجال الرعاية الصحية أي أبرز هذه المشكر حضرتك على السؤال الرعاة دوت في تنصيق كامل بين وزارة التواصل الاجتماعي وجميع الوزارات داخل الدولة المعنية بملف كبار السن سواء وزارة الصحة وزارة الداخلية وزارة التعليم العالي كمان كل الوزارات المعنية بملف كبار السن تنصيق وتفاعل وتواصل مستمر وبشكل سريع كمان يعني حريك باستجابة سريعة من كافة الوزارات لدعم هذا الملف بشكل رائع جدا ففي مثلا في وزارة الداخلية عاملة في الإسام أماكن مخصصة لكبار السن التأمينات الاجتماعية في صرف المعاشات عاملة أماكن مخصصة وزارة النقل والمواصلات ووزارة دعم النقل والمواصلات ووزارة التضامن الاجتماعي بتخفيض 50% لفوق 65 سنة وأفاق كامل من زاد 70 سنة فحضرتك فيه تكامل جامل كبير جدا بين الوزارات المعانية بملفات كبار السن خلينا أقول لحضرتك على حاجة تانية خدمة مهمة جدا بتقدم وزارة التضامن الاجتماعي مهنة رفق المسن اللي هو تقديم الخدمة للمسن داخل بيئته الطبعية لو مسن مش عايز روح دار المسنين لو مسن محتاج رفيع داخل أسرته الطبعية بنوفره والوزارة ويكونوا بأهلين وكوادر مدربة أنها تتعامل إزاي مع الأشخاص في السن يا فندم فيه معايير معينة كمان عشان أختار رفق مسن دي بيبقى فيه ضوابط قوية جدا وفيه إجراءات بيتم من قبل الوزارة ولازم يكون معتمد من وزارة كمان ليه؟ لأن رفق المسن داخل البيت صحيح فلازم يكون أمين على هذا المسن ولازم يكون الخدمة اللي بيقدمها بشكل معقول وفيه رقابة كمان على الرفيق داخل الدور تواصل ما بيننا وما بين الدور ما بين المسن وما بين الرفيق فالوزارة بتسعى دائما أن نحن نوفر صبل الراحة للمسن سواء في بيئته الطبيعية سواء في دور المسنين سواء في أي مكان هو محتاج فيه أي خدمة بيحتاجها فالوزارة بتوفر له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر